ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأثم السلام ثم أما بعد فإنه ليوم سعيد مبارك وساعة طيبة مباركة تلك التي نجتمع فيها في هذا اليوم وفي تلك الساحة المباركة ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه وصلى وسلم على جده محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لتذاكر العلم والعلم من أشرف العبادات وأرقاها لأنه هو المدخل الصحيح لعبادة الله عز وجل وهو الطريق لفهم أحكام الله تبارك وتعالى وفهم الإسلام على نحو صحيح ولذلك كانت مجالس العلم عبادة من العبادات التي يباهي بها النبي صلى الله عليه وسلم كما تباهي بها ملائكة السماء فمجالس العلم من أشرف العبادات وأسمى الأعمال ذلك أن مذاكرة العلم في ذاتها مطلوبة وهي من الأمور التي ترفع درجة العبد عند ربه كما قال عز من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهذا المجلس يعتبر امتدادا للسنة الدعوية المباركة التي استنها معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وهو في إطار تطوير أسلوب الدعوة الإسلامية على أرض مصر وقد وفقه الله تبارك وتعالى للوصول إلى هذا النجاح والاستمرار فيه وما من شك في أن هذه التجربة التي يقودها فضيلته ستكون نبراصا وقدوة لمن يريدون أن يحتزوا أن يحدوا حزوها وأن يهتدوا بهديها في البلاد الإسلامية وسيكون لها أثر كبير في الارتقاء بالدعوة إلى الله عز وجل حيث إن مجالس العلم هي التي تصحه مصار الدعوة وهي التي تفقه الناس بأمور دينهم وهي التي تحمل عقول من الانحراف حتى لا تخطف من بعض من يجهلون أمور الدين فيوجهونها إلى الوجهة التي تنافي مقاصد الدين ومصار الدين وأحكام الدين وإنني لأدعو الله تبارك وتعالى أن يوفق معالي الوزير الداعية المجدد المكتهد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة ليظل عطاؤه ممتدًا للدعوة الإسلامية ولخدمة بيوت الله عز وجل ولخدمة كتاب الله تبارك وتعالى ولخدمة هذا البلد الأمين الذي احتضم دعوة الله وقام عليها وحفظ علوم الإسلام ودرسها وأوصلها إلى الإنسانية كلها صحيحة خالية من الدخيل ومن الخطأ ومن التلبيس وإن هذه السنة إنما أقيمت لله تبارك وتعالى على أرض مصر شأنها شأن أي عمل خير أو أي عمل تقوم به مصر فمصر ما قدمت للعالم كله إلا الخير وإلا دعوات الخير وإلا العلم وإلا النصح وإلا مد الأيدي بالسلام والتصافح والتعايش بين الإنسانية كلها وبين الأمم جمعا أدعو الله تبارك وتعالى أن يحرص هذا البلد وأن يحميه من كل المكاره وأن يحفظ رئيسنا وأن يحفظ جيشنا وأن يحفظ شرطتنا وأن يحفظ كل يد أمينة تمتد بالحفاظ وبالعون لهذا البلد الأمين الذي سيظل محروسا بحراسة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ندوة اليوم موضوعها في غاية الأهمية لأنها تتعلق بمقاصد الشر الغايات والنتائج والملخص ما يريده الله عز وجل من إنزال هذا الدين الخاتم الذي ختم به شرائع السماء وهذا المقصد إذا عرفه الناس يكون كالضياء الذي ينير طريقهم فأنا حين أؤدي الواجب المطلوب مني يكون أماني النور الذي يرشدني إلى الهدف مما أقوم به الآن فأؤديه في إطار الهدف حتى لا يختلط علي الأمر فأذهب ذات اليمين وذات الشمال وأنا لا أرى المقصد الأساسي الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يوصلني إليه من خلال ما شرعه موضوع في غاية الأهمية ويقوم على بيانه اليوم نخبة من أفاضل العلماء وأكابر الفقهاء يأتي على رأسهم فضيلة العميد الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون السابق بطنطا وسوف يحدثنا بإذن الله عن خطورة الفتوى بدون علم كما يأتي كذلك ضمن هذه الكوكبة من العلماء العالم الجليل الفاضل الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان رئيس قسم الشريعة ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية السابق ليحدثنا إن شاء الله عن الفرق بين الحكم الشرعي والفتوى كذلك أيضا يحضر معنا الأستاذ الدكتور هاني تمام الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة وذلك ليحدثنا عن المصالح المرسلة وعلاقتها بالمقاصد كما يشرفني أن أكون حاضرا ضمن هذه الكوكبة المباركة ويكون من نصيبي كما وزع علينا التجديد في علم المقاصد وهو الموضوع الذي أود أن أبدأ به ليكون مقدمة تمهد للسادة في العلماء الأكابر أن يتكلموا وأن يضيفوا وأن يصححوا وأن يسويوا ما أقوله لحضراتكم إن شاء الله كما قلت المقاصد الشرعية هي الغايات التي من أجلها أنزل الله الدين وشرع الأحكام وكما تعلمون فإن أحكام الله شاملة لكل صغيرة وكبيرة في الحياة ذلك أن الدين الخاتم ما كان ليترك أمرا من الأمور إلا إذا بيّنه وقال حكم الله فيه حلالا أو حراما أو واجبا أو مندوبا أو غير ذلك فالإسلام جاء ليحكم حركة الحياة وليبين للناس الطريق الصحيح ولذلك يقول الله عز من قائل فمن يعمل مثقال ظرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ظرة شرا يرى ومن ثم كان العمل مهما وصل قدره حتى ولو بلغ مثل الظرة محكوم من الله تبارك وتعالى متحا أو قتحا حلالا أو حراما مطلوبا أو مطروكا وكان حكم الله شامل لأفعال الإنسان ولكل حركاته وسكناته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وعلماء الأصول حينما نظروا إلى المقاصد قسموها إلى مقاصد ضرورية بمعنى أنها أمور تتعلق بها ضرورات الحياة وإلى أمور حاجية تتعلق بالتيسير وباليسري وبالرخص التي رخص الله فيها للمريض ولذوي الحاجات ولذوي الأعزار أن يعدلوا من العزيمة التي طلبها الله عز وجل إلى الترخيص بتقصير الصلاة أو الجمع بين الصلاتين أو الصلاة جلوسا أو غير ذلك للمريض وللمسافر وغيرهم وهذا باب كبير كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير فيه بين الرخصة والعزيمة أخذ بالرخصة فما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيصرهما ما لم يكن إثما وكذلك أيضا هناك الأمور التحسينية التي تتعلق بالجمال وبالزينة وبالنظافة وبالطهارة وبأخذ الزينة عند المساجد وفي التجمعات وفي لقاء الناس حتى يظهر الناس مع بعضهم ظهورا طيبا مقبولا مرحبا به ولا يظهروا مع أنفسهم منفرين أو ليسوا على درجة من النظافة أو الجمال الذي يجعلهم محببين إلى الناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المناسبات يلبس أحسن ما عنده ويتطيب ويظهر في وصف الناس ظهورا يدل على أن التزينة والتحسين والنظافة من الأمور المطلوبة في سلوك المسلم وفي حياته كانت هذه الأمور هي الأمور التقليدية التي وقف عندها الفقهاء ولكن ضرورات الحياة اقتضت التجديد والتجديد لا يكون بنصف الماضي وإنما يكون بسحب أحكام الماضي على ما يتجدد من المسائل في أيامنا هذه وكما تعلمون الأيام تأتي كل يوم بجديد وما يحدث من الجديد في الأيام لا بد أن تشمله أحكام الله عز وجل ولا بد أن تكون الشريعة قادرة على أن تحكمه وأن تبين حكم الله فيه كل شيء يتجدد كل أمر من الأمور التي تتجدد في حياتنا ولم تكن معروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو عصر صحابته أو عصر ثابعيه أو عصر أسلافنا إلى يومنا هذا من الواجب علينا أن نبحث عن حكم لها وأن نلحق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه حتى نوجد له الحكم المطلوب فلا يفلت منا تصرف عن حكم الله عز وجل هذا هو واجب العلماء اليوم حدثت عندنا أمور لم تكن معهودة من قبل كان من مقاصر الشرع أن يحفظ على الناس عقوله وحفظ العقل كان يقتضي بداهة في الوقت الذي نزل فيه التشريع أن تكون الخمر محرمة لأن الخمر تسكر العقل وتضيعه وتذهبه وكانت الأحكام الشرعية التي تعاقب على ما يتلف العقل هي الأمور المعهودة التي قررها الفقهاء والتي جاء النص عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حد الشرب أو حد السكر ذلك الأمر الذي كان يتضمن عقاباً لمن يعبث بعقله ويضيعه فيفسد عبوديته لله عز وجل لأنك حين تضيع عقلك معناه أنك قد فصلت نفسك عن عبودية الله عز وجل فالله لا يتعبد إلا بالعقل والله إذا أخذ ما وهب رفع ما أوجه فإذا أذهب الإنسان عقله فمعنى ذلك أنه نفر من عبوديته لله عز وجل وارتضى أن يبتعد عن التكليف فعزل نفسه عن الله وعن الوجود وعن الحياة وصار أشبه بالحيوان الأعجم فكان لابد أن يكون له عقاب والعقاب كان على جريمة محددة اللي هي السكر بالوسائل المعروفة اللي لم يكن ضررها يتعدى نطاق العقل طيب اليوم ظهرت ألوان من المسكرات والمفترات والمضيعات لم تكن موجودة من قبل ولعلكم تسمعون كما أسمع عن هذه المسميات التي يتعاطاها الشباب ويتعاطاها بعض الناس لا ليضيعوا عقولهم فقط بل ليضيعوا حياتهم وحياة من يعولونهم أو يصاحبونهم أو يسيرون معهم وتمثل نارا مهلكة للفرد وللمجتمع على السواء هذه الأمور التي استجدت لا يجدي معها أن نعاقبها بالعقاب الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجلد ليجلد الإنسان عددا من الجلدات ثم يترك هذه الجرائب الكبيرة التي تؤدي إلى إتلاف العقل وإلى إتلاف النفس وإلى ضياع الفرد وإلى ضياع المجتمع وإلى تدمير الأوطان لأن المخدرات والمسكرات إذا فشت في الأوطان فإنها تصرف الناس عن العمل الجاد وتضعهم على طريق الهلاك وكثير من الأمم الآن تغزى بهذا الأسلوب الحقير أن يفسدوا على الناس عقولهم ببث هذه الأمور التي تضيع العقل وتفسد النفوس فهل يليق أن يظل العقاب على هذه المنكرات الكبيرة بنفس الطريقة التي كان يجلد بها من يشرب الخبر فيسكر أو ما إلى ذلك من العقوبات إن هذا الأمر يقتضي التطويق والنظر في العقوبة يقتضي نوعا من التجديد لأن مقصد الحماية مقصد حماية العقل قد تغيرت الوسائل إليه وقد تغيرت المخاطر التي تنتابه وبالتالي كان لابد من أن تساير الأحكام الشرعية هذا الأمر حتى يظل محفوظا في عالم الناس وفي دين الله وفي الدنيا التي نعيش فيها وحتى نحيا أعزة كراما لا تمتد أيدينا إلى أحد طالبين أو متسولين هذا مثل من الأمثلة التي توضح هذا المعنى وقص على ذلك كثير من الأمور التي استجدت في حياة الناس كنا فيما مضى نتعاقد بالكتابة بالشفاة ثم تطور الأمر فأصبح الناس يذهبون يمينا ويسارا وينتقلون من مكان إلى مكان أسرع من البر فمن كان منا يتصور أنه سيخرج حدود بلده يوما ما اليوم قد يعيش الإنسان في بلد ويمسي في بلد آخر وهناك تتغير العادات وتتغير التقاليد وتتغير المعاملات وأصبح التواصل بين الناس من خلال وسائل الاتصال الحديثة فهل يكفي أن يكون التعامل بيننا مشافهة كما كان يحدد فيما مضى فينعقد التصرف بالإيجاب والقبول كما كان يقول أسيادنا الفقهاء أم أن وسائل التواصل أصبحت ممتدة ليكون الإيجاب في بلد والقبول في بلد آخر وكان هذا التباعد بين المتعاقدين مدعاه لأن يتغير القول بمجلس التعاقد الذي كان يجلس المتعاقدان مع بعضهما في مكان واحد وفي مجلس واحد فيقول لأحد ما بيع للشيء الفلاني بالسمن الفلاني ويقول له الثاني أنا قبل اليوم يحدث التعامل عن بعد فهل تظل الحماية المكفولة للتصرفات والعقود معقودة لهذا النظر القصير الذي كان المتعاقدان يجلسان فيه في مجلس واحد أم أن الأمر ينتد ليشمل هذه التصرفات فتكون نوعا من التطبيق للطراضي الذي قصده الله عز وجل حين قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم هل تدخل هذه تحت مظلة الطراضي أو لا تدخل لا شك أنها تدخل وقس على ذلك كثير من المعاملات ولا أريد أن أطيل وبالتالي فإن التجديد في المقاصد من الأمور الهامة المقاصد التقليدية التي تلقيناها عن أئمتنا الكبار ومنهم الإمام الشاطبي الذي كان يقول إن الله تبارك وتعالى ما شرع أمرا إلا وفيه مفسدة ومصلحة كل شيء كل نعمة ليست نعمة خالصة وإنما نعمة تتضمن نوعا من النقمة ولكن إذا غلبت المصلحة المفسدة في الشيء فهو المشروع الذي طلبه الله عز وجل وإذا غلبت المفسدة المصلحة في الشيء فهو حرم المحذور الذي حرمه الله عز وجل هذا الأمر قد تغير وأصبح النظر فيه مختلف لأن الحكم عليه مرمون بالنظر الحسي بالعقل الذي أعطاه الله لنا وقدر فينا أن ندرك الضر والنفع في الشيء الواحد أعطانا الله العقل لأعلم أن هذا الشيء نافع لي أو ضر بي وهذا الأمر أنا محاسب عليه لأن الله يحاسبني على مدارك عقلي ومن ثم كان لابد من إعادة النظر حتى تكون الشريعة مواكبة لحكم تصرفات الناس في كل زمان ومكان وذلك ما يريده الله عز وجل من إنزال شرعه ولعل فيما سيعقب به الأساثزة الكرام ما يزيد هذه الفكرة فوضوحا وأبدأ بالعالم الجليل الفقيه الكبير سيادة العميد الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل عميد كليات الشريعة والقانون السابق بطنطة وذلك ليحدثنا عن خطورة الفتوى بدون علم فليتفضى مشهورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أخواتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فكل عام أنتم بخير نادى الله تعالى أن يبركنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان ونشكر معالي وزير على هذه الإتاحة الطيبة للمشاركة في ندوات علمية فقهية في المساجد الكبرى ونحن الآن في رحاب مولانا الحسين رضي الله تعالى لا شك كما تفضل فت العميد أستاذ الدكتور عبدالله مبروك عن المقاصد الشريعة من الأمور الهمة بمكان ومن الأمور الهمة أيضا والتي لا غنى عنها للأمة الإسلامية أن يوجد رجال يجيبون على أسئلة الناس العوام يعني العامي لا يعرف حكم الشرع في مسائل كثيرة هناك أمور معلومة يعلمها الناس جميعا ويرأنه تجد لي كأرب الفلاح أو مزارع أو تاغر مسألة لا أعرف حكمها وهنا أهرع إلى العلماء وحق قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا ليهم لعلهم يحضرون والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكن لم يكن هناك عدد كبير يعني عدد قليل فوق المئة هم الذين كانوا يفقهون الأحكام الشرعية لم يكن كل الصحابة يفقهون الأحكام الشرعية أغلب الصحابة كانوا يعملون جادين في حقولهم وفي مزارعهم ويأتون آخر النهار في المسجد النووي يصلون عن مغرب والعشاء مع رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن هنا منح الله تعالى أمتنا الإسلامية على مرر صور والقرون جماعة يعني انكبوا على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسولنا صلى الله وسلم لكي يعرفوا الأحكام الشرعية ويبينون أهل الناس هذه منحة ويحق في قولهم قول رسولنا صلى الله وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دناراً وندرهماً وإنما ورثوا العلم وإنما ورثوا العلم ومن هنا الذي اجتمعت فيه شروط الفتوى إنما هو مبلغاً عن رب العباد مبلغاً عن رسول الله صلى الله وسلم هو قعد عن الحكم الشرعي الحكم الشرعي هو بيان الحكم الشرعي المفتب يبين لنا الحكم الشرعي في مسألة أنا أعلمه ولكن هو عنده الدليل عنده الأحكام الشرعية عنده الأدلة تعلم في كلية عد السنوات ودرس في المعهد الديني إعداني والثنوي ودرس الفقه وعرف ما يتعلق بعلوم القرآن الكثيرة وعلوم السنة الكثيرة والأمر صعب صعب جداً أن يقف الشخص على مسألة ويجيبه فيها ويعني إذا كان قد وفق في سنوات كثيرة من دراسه ولكن أن يكترئ على الفتوى بغير علم والعياذ بالله ونكذب على الله سبحانه وتعالى ونكذب على رسول الله سينا الرسول يقول من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار فليتبوأ والعياذ بالله وهو في الدنيا يعني اكترئ على الفتوى يبقى خلاص يعني حجز له والعياذ والله مقعداً في جهنم والعياذ والله ولذي يقوله تعالى وأنت تقول عن الله ما لا تعلمه كذب على الله يعني الفتوى بغير علم خطورة الفتوى بغير علم خطيرة جداً لا يصح أبداً أن نكترئ ونقول حكم الشرع الحكم الشرع ده حرام ده مكروم من أين هل دراست الأحكام الشرعية أو دراست مذهباً معينة في هذه المسألة أمر قتل جداً ولذلك لو نظرنا إلى الماضي البعيد وإلى الحاضر القريب نجد يعني هذا موجود للأسف في الأمة الإسلامية لو نظرنا إلى الخوارج وكما أخبر عنهم سيدنا الرسول يقرؤون القرآن لا يجاوز وحناجرهم يعني القرآن كله حفظين القرآن وتلاوة وجودة ما عندهم فق ما عندهم فق يمرقون ما الدينك ما يمرق الساهم من الرمية يقيمون الليل ويقرأ القرآن ويصلون ولكن لا فقه له الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية اللي هي الدقيقة مش الفقه الأمور السهلة لا فقه عن الفهم فهم الدقيق للأحكام الشرعية الرجل ده صلاة بطلة لماذا صلاة بطلة الصيام باطل يعيد الصالح يعني الصيام لماذا؟ الرجل ده عليه فدية لماذا؟ هو عنده الدليل الشيخ عنده الدليل مراته ما حصل كذا وكذا بالمرات مراتك طالع خلاص ده ظهار ده طلاق ده كفرة يمين من أين أتى بهذا؟ هو شايف الحالة وصف الحالة وخلاص طرام وصفها غصفا دقيقا بيعطاها الحكم مناسب ده مثلا فلان أخذ مال من فران اعتدى أخذ ما له جريمة واحدة أخذ مال يبقى لا ده سرق هو وصفها سرق ليه؟ ده فلان ده غصب هو وصفها غصب ليه؟ ده أخيانة أمان ده اختلاص ده حرامة يعني إيه سبب لأنه عارف أن يقول لك السرقة درس كده السرقة هي أخذ مال خفية من حرز مثل يبقى نايم بالليل والساعة واحدة بالليل نايم وأنا وزوجته وأولادي صاحبنا داخل الدور الرابع والخمسة في الخزن وداخل وفاتح الخزن وخد الفلوز خد انه قد وسرق يبقى ده اكترق الحرز البيت هو مقفول هو داخل البيت وإنما واحد نسم في السوق ويقابلني ويضربني وكذا ويأخذ المال جاهرا كده في السوق ده يبقى غاصف ده حرامة يبقى أخذ المال فقط يعني ممكن يبقى فيه عشر عشر جرائم تتنوع لابد لكل جريعة من أركان وشروط لابد لكل جريعة من أركان وشروط يبقى جهد المال أخذ المال بالباطل فإذن المفتي لا يمكن يعني يتصدى للفتوى إلا أهل الفقه اللي ربنا صحوه وتعالى وجههم وجندهم وسخرهم لخدمتنا يبقى هو الرجل اللي بتعلم في الكلية كم سنة ومعرفشوا إيه ودورات وبعد كده حيث راح نسأله هيجاوبني في ديئة واحدة ليه لأنه خلاص درب بقى درب ودرس وحاجات زي كده يبقى يبقى عشان كده بنقول يعني لابد ما فيش حد يتعرض لهذه المهمة الخطيرة إلا إذا استجمع شروط والجماعة دول طبعا شروط صعبة جدا بقى صحش شوف الخوارج بس هو رأيناه كفروا علي رضي الله تعالى عنه وكبر الصحابة وقولك لا ده ده حكموا الرجال في القرآن سبحان الله حكموا الرجال في القرآن بقى سيدنا علي ربيب بيته أنه هو يريد أن يحفظ الدماء ويحافظ على الدماء هو هو اللي بيستباح الكفر هذا يدل على أنهم لم يفقه بعد الله تعالى يعني قضى بالتحكيم يعني في أمر بسيط جدا الخلاب بين الزوجين وإن خفتم شخاقة بينهما فبعثوا حاكم من أهله وحاكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم يبقى له تحكيمهم يبقى في أمر بسيط جدا التحكيم حتى وإحنا في الحج أو في العمرة وبعدين يعني قتلت طاهر فجذاءه مثل ما قتل من النعم طيب ما فيش بال طائر ده مش عارفين يعني فيه يا طرى شاه ولا فيه بقرة ولا فيه إيه يحكموا به ده وعدل منكم هنجيب واحد اتنين كده عندهم فكرة بالتقويم يشوفوا لنا الطائر ده يسويه أرنب ولا يسويه شاه ولا تيه يعني في درهم في جنيه في عشر جنيه في مية جنيه إنما الدماء بأسين الإمام علي فقه واسع وعارف الأحكام الشرعية ويطبق المفتي مفتي في المسألة شايف العملية الدولة الإسلامية الصحابة أجبار الصحابة ومعض فيريد أن يحفظ ويقطع الطريق على الشيطان ولذلك سيدنا الإمام عبد الله بن عباس حينما ذهب إليهم حاجهم فيما ذهبوا إليه وراجع كثير منهم إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فهذا يدل على أن الفقه القرآن الكريم كتاب مؤجز والسنة الشريفة مؤجزة فيها يعني الأوتية صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم والذي يتعامل مع آيات القرآن الكريم ومع السنة الشريفة لابد أن يكون على درجة من الفهم الفهم فهم للنص القرآني والفهم الحديث الشريف ويعرف آيات الأحكام وما يتعلق بالنص الظاهر والمجمل وبعدين المطلق ولا المقيد العام ولا الخاص والناس والمنسوق شهر تكسرة جدا صعب جدا أن واحد يعني ياخدها كده في سنة ولا سنتين ولذلك المناهج محطوطة لعدة سنوات أربع سنوات في السنة والإعداد وكلية فهذا يدل على أن المسائل الفتوى خطيرة جدا ومصر والحمد الله بلد الأزهر الشريف فيها الإفتاء وفيها الأزهر فيها الأوقاف ومسائل الكبرى فيها يعني مشايخ جالسين للفتوى والمنطقة الأزهرية في كل محاوظة فيها 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 فتوى متعددة نعمة كبيرة ما نتعبش نذهب إليهم ونطلب منهم الحكم الشرعي حتى نبتعد عن أهل التشدد وعن أهل التشدق ويعتقدون أنهم يعني هم الذين يفهمون أحكام الشرعي ولذلك وجدنا يعني الجماعات الضالة الآن اللي هي ذهبت داعش وغيرها إيه إيه وصرهم لكده عدم الفهم الدقيقة عدم الفهم الدولة كفر الجماعات دول يعني على ضلال تستباحوا دماؤهم ودماؤهم وأعراضهم وأموالهم سبحان الله نفس الفكرة أيضا فكرة ضال مضل وبعدين فهموا التكفير ده خطر جدا المسألة ليست سهلة كيف أكفر التكفير ده يعني أنا أحكم به يعني معلوماتي إنني أحكم والقاضي اللي بيحكم والهيئة الكبيرة اللي بتحكم من الذي يريد أن يحكم أنا رجل قال إلي الله ورسول الله يعني هم لم يفهموا بعد الباغي لم يفهموا بعد آية الحراب لم يفهموا بعد المسؤول الشرعية اللي هي واردة في تكفير المسلم ومن الذي يكفر المسلم أنا أحد الناس وكفر المسلم يعني هذا يدل على ومن الذي يقرر للجهات بسبيل أنا الجماعة بتاعت اللي هي نغزو يعني كيف نغزو والدونة تغيرت كما تفضل فريطة العميد الطرع عبدالله النجار الدونة تجددت وتغيرت ومن ثم باقي النظر بمعقولية إلى يعني مفهوم النص وتطبيق النص في المعاصر يحتاج أيضا إلى جماعات فقهية لجنة فقهية اجتهاد معاصر يعني كما بعض المؤتمرات تتكلم عن اجتهاد المعاصر صعب جدا نحن نعطي يعني فرصة كده حقما شرعيا في هذا العصر لابد أيضا من لجان وخبراء ومساعدين للخبراء ويعرفون الواقع سواء في الزراعة أو في التجارة أو في الإدارة أو في السياسة وبعدين الحكم الشرعية يأتي بعد ذلك فهذا يدل على أننا يعني ينبغي أن نحترم التخصص الدقيق التخصص الدقيق حتى وجدنا في معض المدنة الإسلامية الآن يقول لك والله إيه الفتوى دي انقصها بالأحوال الشخصية حكام العصر الفتوى هنا في العبادات الفتوى هنا في المعاملات الفتوى هنا في الجنايات ولماذا؟ مسألة خطيرة صعبة أو أنني أفتلك في كل حاج فبعض الجهات الدروس العلم في الإفتاء يخصصون رجالا في باب معين حتى يسفل عليهم تدارك المسألة والإلمان فهو الأظهر الشريف وهي دارة الأوقاف وهي دارة الإفتاء المصرية تقوم بالدور الطيب الحمد لله مسخرين ليلة ونهار يعني تحت يعني أبناء مصر وأبناء الشعب عموما لبيان الحكم الشرعي لبيان ما يطلب هذا واجب واجب علينا جميعا أن نسد هذا الباب يعني هو هو ما يفرض علينا الشرع وما تفرض علينا مصر هذا بلاد توفيق والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لفضيلة العميد لأستاذ الدكتور السيف رجب قزامل على هذا البيان الطيب لخطورة الفتوى بدون علم وأود أن أضيف إلى أن من يفتي في دين الله يجب أن يكون عالما بدين الله عز وجل ومتقنا ومجيدا في الموضوع الذي يفتي فيه ده أول شيء لأن فاقد الشيء لا يعطيه والمفتي مبلغ عن الله عز وجل وبالتالي يجب أن يكون علما بحكم الله تبارك وتعالى الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون مجازا من الدولة فلا يصلق لفرض أو مجموعة من الأفراد أن ينفردوا ببعض ذوي العقول الفارغة ويفتونهم بغير علم فيضلوهم ويحولوهم إلى أدوات مهلكة لأهليهم وللمجتمع الذي يعيشون فيه لا بد من الإجازة الإجازة أي أن الدولة هي التي ترخص للشخص بأن يفتي الناس وإلا فإنه لا يجوز لغصب أن يقول يمينا ثم يأثي آخر ويقول هذا ليس صحيح أو يفتي بغير ما يجب أن يكون فيهذم المغطئ ما يقوله الفاهم أو الذي يتحدث صوابا يجب أن تكون هناك إجازة ويجب أن نحترم التخصصات وإحنا بفضل الله عز وجل مصر هي بلد العلم بلد الأزهر الشريف بلد وزارة الأوقاف المليئة بالعلماء المرخص لهم بالفتوى والذين يفهمون حكم الله عز وجل وكذلك أيضا ضار الإفتاء فيها من العلماء ومن الفقهاء من يوضحون حكم الله تبارك وتعالى هذه جهات مجازة تستطيع أن تبين حكم الله تبارك وتعالى وأن تبين للناس الطريقة الصحيح حتى لا يصطدم بعضهم بالرأي الذي يضض ما يعلمونه فيحدث التنازع والشقاق وما لهذا أراد الله عز وجل معنا الآن المتحدث الأستاذ الدكتور عبد المنعم السلطان رئيس قسم الشريعة ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية حيحدثنا عن الفرق بين الحكم الشرعي والفتوى فليأتف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كم أشعر بسعادة كبيرة أن أدعى إلى مثل هذه المجالس العلمية وهو مجلس الفقه وأن أكون مع كوكبة من علماء الأزهر الشريف ومن الفقهاء وعلماء الشريعة الإسلامية على رأسهم سعادة العميد فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار أستاذ الفقه المقارن وعضو مجمع البحوث الإسلامية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره وفي صحته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين كذلك أخص بالشكر عالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشرع والقانون السابق بطنطة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجري على يديه الخير زميلي وأخي فضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصره وأن يجري الخير على يديه بالنسبة لهذا المجلس وطبعا قبل هذا وده الشكر موصول إلى معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على مثل هذه المجالس القيمة ومثل هذه الدروس العظيمة التي يراد بها نشر أحكام الفقه الإسلامي بما يقوم عليه من التيسير والتخفيف حتى يستفيد منه الناس وجهد معالي الوزير معروف ومشاهد وملحوظ فيما يتعلق بمجالس القراءات ومجالس الحديث ومجالس الفقه ومجالس كبار قراء مصر بالإضافة إلى نشاط الواعظات وكل هذا ملحوظ في كل مساجد جمهورية مصر العربية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سواب هذه الأعمال في ميزان حسناته يوم القيامة وأن يوفقه إلى ما فيه خير البلاد والعباد كما نعلم أن الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع السماوية لأنها شريعة الإسلام والإسلام هو خاتم الأديان السماوية والقرآن الكريم هو آخر كلام السماء إلى أهل الأرض وبانقطاع الوح وبانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى انقطع الوح وقد اكتمل الدين ولكن يلاحظ أن أقضية الناس متجددة والأحداث كثيرة والنصوص محدودة ومن هنا كانت الشريعة الإسلامية هي شريعة القرآن صالحة لكل زمان ومكان دائما نقول هذه العبارة ودائما نرددها والسؤال هل فعلا أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ولهذا يعني قول أو مقولة من يعمل في حقل الشريعة أو من ينتسب إلى الشريعة الإسلامية أو من محبي الشريعة الإسلامية فعلا أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل مكان وزمان والدليل على ذلك أنها اجتملت على عوامل بقائها ودوامها واستمرارها وذلك في الأمور التي لا تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الأشخاص نجد أن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام قاطعة لا مجال فيها لاجتهاد كالأحكام الخاصة بالعبادات والأحكام الخاصة بالأخلاق والأحكام الخاصة بالمواريس وما إلى ذلك هذه الأمور بيانها الله سبحانه وتعالى بيانا وافي أما في نسبة للأحكام المتغيرة التي تتغير وسائلها من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان نجد أن الشريعة الإسلامية جاءت بمبادئ عامة وقواعد عامة وأسس عامة والمثال على ذلك هو المعاملات هل المعاملات التي كانت على عصر النبي صلى الله عليه وسلم ووسائل التعامل الذي كان في عصر الصحابة هي نفس الوسائل التي نتعامل بها الآن؟ كلا جدة وسائل متعددة كان زمان التعامل المبادرة مال بمال أو طعام بطعام لكن الآن جدة وسائل حديثة كالفيزا كارت مساء ما حكم هذه الوسيلة؟ مسائل نقل الأعضاء الرحم البديل الاستنساخ كل هذه أمور وأخضية حديثة لم تكن على عصر السلف ما الحكم فيها؟ هل الجواز؟ هل التحريم؟ هل الإباحة؟ لو لم تكن الشريعة الإسلامية مرنة لا توقف الفقه عند حد معين ولكن هذه الشريعة الغراء هي شريعة مرنة ولذلك هنا يأتي دور الإفتاء ودور مكتهد الأمة الذين يبينون أحكام الله سبحانه وتعالى في كل أقضية الحياة وفي كل ما يجد في حياة الناس وحتى لا أطيل سوف أقتصر على بيان معنى الفتوى والفرق بينها وبين الحكم الشرعي كلمة الفتوى في اللغة تطلق على مطلق إذا وردت في اللغة على مطلق البيان والإيضاحة أما إذا جاءت في اصطلاح الفقهاء فيرادوا بها بيان الحكم الشرعي للمستفتي في الواقعة المعروضة لمن يعلم الأحكام الشرعية ويعلم الواقع ولذلك المفتي لا بد أن يكون لديه علم بالأحكام الشرعية ويفهموا واقع الناس الذين يفتي في قضيتهم ويجيب عن أسئلتهم والمفتي هو كالطبيب الذي يشخص الحالة يرى سؤال مفتي ما الجواب أو ما الرأي الفقه الذي يناسبه هو كالطبيب يقوم بتشخيص ولذلك أن الفتوى تتغير من شخص إلى شخص ومن زمن إلى زمن إلى آخر ذلك وقد ورد معنى الفتوى بمعناها العام في العديد من الآيات القرآنية حوالي تسع آيات في القرآن الكريم أما في نصوص السنة ما يزيد عن مئة نص وسأذكر بعضا من هذه الآيات ورد في سورة سيدنا يوسف عليه السلام يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف خضي الأمر الذي فيه تستفتيان يا أيها الملو أفتوني في رؤياي وورد أيضا في سورة النمل على لسان ملكة بلقيس قالت يا أيها الملو أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوني فمعنى كلمة الفتاء أو الفتوى في اللغة هو معنى عام يشمل ما كان إجابة عن سؤال أو ما كان فيه نوع من الجدال أو المحاجة وما إلى ذلك أما الحكم الشرعي فكما نعلم عرفه علماء الأصول بتعريفات متعددة لكن أيصر هذه التعريفات هو ما عرفه الجمهور علماء الأصول وحيث ذهبوا إلى أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءا أو تخييرا أو وضعا وكلمة خطاب كما نعلم هو توجيه الكلام المفهوم إلى الغير بحيث يسمعه ويدرك معناه ويستفيد منه إما حالا أو مآلا وبإضافة كلمة الخطاب إلى الله سبحانه وتعالى يخرج بها خطاب ما سواه إذا قلنا خطاب الله كلمة خطابه لفظ الجلال المضاف إليه يخرج به خطاب الإنس فيما بينهم والجن فيما بينهم هذا لا يسمى حكما شرعيا أي لا يترتب عليه لا سوى في الفعل أو لا عقاب في الترك المتعلق بأفعال المكلفين أي ارتبط بأفعال الناس المكلفين على نحو يبين صفة هذه الأفعال هل هذه الأفعال مطلوب لله سبحانه وتعالى مطلوب فعلها فيسمى بالواجب أو مطلوب تركه فيسمى بالحرام أو أن الشارع خير فيه بين الفعل والترك فيسمى بالمباع خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اختضاء أي الاختضاء معناه الطلب والطلب إما طلب فعل أو ترك وطلب الفعل إما طلب على سبيل الجزم وإما ليس على سبيل الجزم وكذلك طلب الترك إما على سبيل الجزم إلى آخر هذه التقسيمات التي بيّنها علماء الوصول في كتبهم الخلاصة أن الحكم الشرعي هو خطاب عام لكل مكلف والمكلف هو من بلغته الدعوة الإسلامية وكان أهلا لتلقص الخطاب عن الله سبحانه وتعالى وقد ذكر العلماء ما هي الحكمة في أن الشارع اشترت التكليف هناك فيما يسمى بأهلية التكليف وأهلية الأداء قالوا لأن أحكام الله عز وجل لها منزلة من السمو والرفعة لا يخاطب بها أي إنسان وإنما لابد أن تتوافر فيه مقومات وأهلية خاصة حتى يكون أهلا لتلقص الخطاب من الله سبحانه وتعالى إذن الحكم الشرعي هو ما يخاطبنا الله عز وجل به سواء ما يتعلق بالواجبات وأقنوا الصلاة وآتوا الزكاة أو بالمحرمات ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا أنفسكم أو بالمباحات زي الأكل في ليلة رمضان أو ما إلى ذلك أو ما جعله الشارع سبباً لشيء آخر كأقم الصلاة لديوك الشمس رؤية الدلوك سبب في وجوب صلاة الظهر أو ما نعم كالقتل سبب من موانع المرسة أو أن الشارع هتطلب شروط للصحة أو الفساد إذا وجدت يقع الفحل صحيحاً وإذا انتفت يقع الفعل الباطل هذا هو معنى الأحكام الشرعية وهي لا تتوفر إلا لمن يعلم بهذه الأحكام وأقسامها وما إلى ذلك فبالتالي المفتي هو من له علم بهذه الأحكام ويقوم بإسقاط هذه الأحكام على واقع الناس على من يستفتيه على الواقع التي يراد معرفة حكم الله سبحانه وتعالى فيها فهو يشخص هذه الحالة ويبين الحكم الشرعي المناسب له فالفتوى تعتبر تطبيق عملي للأحكام الشرعية أما الحكم الشرعي فهو ما خاطبنا الله سبحانه وتعالى به من الأحكام أختفي بهذا القدر وأستغفر الله العظيم لي ولكم شكرا للأساس الدكتورة عبد المنعم السلطان على هذا البيان العلمي الفياض وكما هو معروف أن الفتوى بترتبط بالحكم الشرعي إن هي الوسيلة التي تبين الحكم الذي يريده الله من المكلف ورغم أن خطاب الشارع عام إلا أن لكل مكلف فيه حظ خاص لأن زي ما قال إن الخطاب منوت بالقدرة على الفهم والمسألة كلها بتتلخص في العقل إن الله إذا أخذ ما وهب فقد رفع ما أوجب لأن الله لا يخاطب بالشرع من لا يعقلون فإذا رفع العقل أو الإدراك أو ما يؤثر على الإنسان في فهم خطاب الله عز وجل بترتفع أهلية التكليف ولا يوجه الخطاب إليه لأن الخطاب لا يوجه إلا إلى صاحب العقل الكامل والأهليات الكاملة فمناط الأمر هو العقل في هذه الحالة الفتوى مهمة جدا لأنها إخبار بحكم شرعي لكن حتى الفقهاء بيفراء بينه وبين الحكم القضائي إن الحكم القضائي مقترن بالإلزام يعني لازم يتنفذ بسيف القانون وبسيف السلطان إنما الفتوى بتاخدها أنت العمل بها المفروض أنه لا إلزام فيها يعني مش معنى أنت ما تعملش بيها لا مش مقترن بالإلزام يعني المفتي ما بيقولش أنها تنفذ غصبا عنك أنت بتقول تستفتيه ثم يترك الأمر لضميرك مع الله عز وجل فالسلطة التي تكون على المستفتي إنما هي سلطة الله تبارك وتعالى فهي مطروكة فالعمل بها مطروك لضميره ولم يراه من العمل أو غير العمل بقي في حسن الختام دائما الأستاذ الدكتور هاني ثمام الأستاذ بكلية الدراسات الاستمائية والعربية الأستاذ الفقه بكلية الدراسات الاستمائية والعربية جماعة الأزهر وسيحدثنا عن المصالح المرسلة وعلاقتها بالمقاصر فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وفخرنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وارض اللهم عن سيدنا ومولانا الإمام الحسين وعن آل بيته نبيك الكرام الطاهرين وصلنا بهم واصل خير ونفع وبركة وانفعنا بهم في الدارين أمين وبعد فشكر الله لأساتذتي ومشايخي الجلاء أستاذنا الدكتور عبدالله النجار أستاذنا الدكتور عبد المنعم سلطان أستاذنا الدكتور سيف قزامل وأسأل الله رب العرش العظيم أن ينفع بهم وأن يفتح عليهم فتوح العارفين إنه ولي ذلك ومولاه والشكر موصول لوزارة الأوقاف المصرية وكل العاملين بها وعلى رأسهم السيد معالي الوزير على هذا الجهد المشكور وعلى تنظيم هذه الجلسات العلمية النافعة التي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون في موازين حسناتنا جميعا إنه ولي ذلك ومولاه الشريعة الإسلامية باختصار يا جماعة جاءت لتحقيق مصالح البلاد والعباد ده باختصار وظيفة الإسلام يعني لما حد يسألك يقول لك الإسلام ده وظيفته إيه جاي ليه بيعمل إيه وظيفته الجملة إيه تحقيق مصالح البلاد والعباد كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى لخلقه وكل ما افترضه الله سبحانه وتعالى على خلقه كل أمر ربنا أمر نبيه كل نهي ربنا نهان عنه هذا إنما لتحقيق مصلحة تعود علينا عشان كده في حاجة عندنا اسمها مقاصد الشرع مقاصد الشرع يعني غايات الشرع أهداف الشرع كل نص في القرآن أو كل نص في السنة له مقصد له هدف له غاية كل عبادة احنا بنعملها لها مقصد لها هدف لها غاية ما سألتش نفسك أنت بتصلي لي بتصوم لي بتزكي لي بتحق لي كل عبادة من العبادات دي لها أهداف ولها مقاصد جاية تحقاها فمن الخطأ أن يقف الإنسان على العبادة ولا ينظر إلى المقصد أنت عندك عينين اتنين لازم عين تكون على العبادة أو على النص أو على الحديث أو الآية وعين على المقصد الهدف الغاية اللي ربنا عايزك تحقاها أنت بتصلي بتصلي لي ربنا قالها في القرآن الكريم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذه مقصد الصلاة الهدف والغاية من الصلاة إن هي تقوم سلوكك تقوم أخلائك تجعلك تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر طب الصوم وكلنا دخلين على رمضان وكل سنة طيبين ولازم نعرف ما تقاصد الصوم ربنا فرض علينا الصيام لي عشان يجوعنا لا إن الله فرض الصيام على العباد ليهذبهم لا ليعذبهم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه المقصد الهدف الغاية قال لعلكم تتقون يبقى لازم وإنت بتصوم يكون عينك على الهدف ده والمقصد ده إنت بتصوم رمضان لي من الفجر الحد المغرب عشان تحقق مقصد التقوى يقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل وإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم الصيام من مقاصده إنه جاي عشان يقوم السلوك يحسن الأخلاء يضبط الإنسان في أخلاقه وفي كلامه وفي أفعاله وفي كل شيء خذ من أموالهم صدقة لتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فكل العبادات اللي ربنا افترضها علينا جاءت لتحقيق مقاصد أهداف غيات لازم عينينا تكون على الهدف ده وهل أنت لما بتعمل العبادة ربنا سبحانه وتعالى حققت الهدف المرجو منها ولا لا مش ورد في القرآن كده أو في السنة القرآن حجة لك أو عليك وكذلك كل العبادات بتصلي لكن أنت لم تتحقق بمقصد الصلاة ما عملتش الصلاة كما ينبغي ما حققتش الهدف بتاعها يبقى صلاتك ملهاش قيمة صمت من الفجر للمغرب ولم تصل إلى تحقيق التقوى ولم تصل إلى تقويم السلوك ولم تصل إلى أعفاف اللسان يبقى أنت كأنك مصمتش صيامك لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى فالشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المقاصد والأهداف التي تصب في مصالح العباد في النهاية مصالح البلاد والعباد ودأ الإسلام كله يا جماعة أيم على كده قائم على تحقيق المصلحة وما جعل عليكم في الدين من حرج ده حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان كده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثتم معسرين وربنا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فكل العبادات اللي ربنا افترضها علينا هي في النهاية لتحقيق المصالح هي في النهاية لتحقيق أهداف معينة لتحقيق آيات معينة فلازم نكون عارفين الأهداف دي والمقاصد دي كويس إحنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى من حكمته ومن رحمته بهذه الأمة المحمدية أنه لم ينزل نصوصاً تفصيلية لكل حوادث البشر يعني مش كل حاجة احنا بنعملها أني لقي لها نص في القرآن أو في السنة لا القرآن يأتي بأدلة إجمالية النصوص متنهية متنهية يعني محصورة القرآن محصور ستة الاف مئتين ستة وتلاتين آية طيب يا حديث النبي حديث الأحكام الخاصة بالحلل والحرام خلاف الليل تلات تلاف حديث واللال أربع تلاف واللال ستة تلاف وشوية يعني أخرك ستة تلاف حديث طيب حوادث الناس ووقائع الناس والمسائل اللي احنا كل يوم بنتعرض لها نجيب لها أدلة منين نقول حكمها ازاي يعني هنقول حكمها حلال أو حرام بناء علي قال في حاجة لازم تاخد بالك منها وهي المصالح هناك ما يسمى بالمصالح المرسلة يعني المصالح المرسلة يعني الشيء الذي يحقق مقاصد الشرع اللي احنا لسه يقيلنها ولم يأتي نص من الشرع يقولك أن الحاجة دي لها دليل أو ملهاش دليل هي بتحقق مصلحة خلاص ما فيش مشكلة خدها وبناء على هذا الأمر أحكام كتيرة جدا جدا أنشأها المسلمون ليه؟ لأن هذه الأحكام تؤدي إلى المصالح مسائل توثيق الزواج مثلا زمان لحد ألف تسعمية واحد وتلاتين ما كانش في حاجة اسمها توثيق زواج يعني العايز يتجوز بالبؤ زواجتك قبلت ما كانش فيه كلام الموجود دلوقتي لكن لما انتشر الفساد وقلت دين في قلوب الناس وضاعت الحقوق لجأ العلماء والفقهاء والقانونيون إلى وضع قوانين معينة للتنظيم الموضوع ده فألوا لأي زواج لن يعترف به أمام الدولة وأمام القانون إلا إذا كان موسق فتوسيق الزواج ده لرعاية مصالح الناس ولا لا للحفاظ على الأعراض ولا لا للحفاظ على الأموال ولا لا فدي حاجة المسلمون أنشأوها لتحقيق المصالح ما فيش مشكلة مسألة جامع المصحف الشريف المصحف الشريف ما كانش مجموعة على أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عبارة عن آيات متنثرة اللي عنده سورة هنا واللي عنده آية هنا واللي حفظ صورتين هنا فلما مات عدد كبير جدا من اللي كانوا حفظين القرآن الكريم الصحابة فازعوا وخافوا ورح سيدنا عمر يشير على سيدنا أبو بكر قال له ما تيجي نجمع المصحف الشريف تعالى أي حد عنده آية أو صورة نجمع كل ده بحيث يكون عندنا الكتاب واحد فخاف سيدنا أبو بكر في بداية الأمر لأن هذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما زال عمر رضي الله تعالى عنه يتكلم معه ويتحدث معه عن أن هذا الأمر يحقق مصالح للناس إحنا كده بنحقق مصالح للناس و للدين نفسه إننا بنحافظ على الدين بنحافظ على كتاب الله بالفعل استقر الأمر ونزل سيدنا أبو بكر على رأي سيدنا عمر وأمر بتشكيل لجنة لجمع المصحف الشريف وجمع المصحف الشريف لتحقيق المصلحة وهي الحفاظ على كتاب الله والحفاظ على دين الله سبحانه وتعالى فالشرع الشريف ترك مساحة للناس في كل زمان وفي كل مكان يتحركون فيها بما يحقق مصالحهم وفق الزمان والمكان اللي عايشين فيه وده من رحمة الدين بتاعنا إن الدين بتاعنا يصلح لكل زمان ومكان وصلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان إنه في أحكام كده مش مشي على وطيرة وحدة في أحكام ممكن تتغير وهذا التغير يكون بناء عليها شباب أو عليها مشايخنا الأكارم على تحقيق المصالح لأن الإسلام في المقام الأول جاي عشان يحقق المصالح أي أمر أي نهف في المقام الأول عشان يوصلك لتحقيق المصالح وما جاء الإسلام وما شرع الله سبحانه وتعالى أحكامه ليضيق على الناس الإسلام ما بيزهائش الناس بالعكس إذا في قاعدة عندك تقول لك إذا ضاق الأمر التسع يعني لما الإنسان يقع في شدة يقع في محنة يقع في ضيق يقع في مرض في كذا يجد أحكام كتيرة جدا جدا بتوسع عليه وبتيسر عليه فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا المجلس المبارك في هذا المكان الطيب المبارك أن يوسع الله سبحانه وتعالى علينا وأن يرزقنا الفهم عنه وأن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان إنه ولي ذلك ومولاه شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فتح الله عليك يا دكتور هاني على هذا الكلام الماتع الطيب الذي أبرز قيمة العقل وأن الإنسان عندما تضيق به المسائل أطاه الله عقلا يتضارك ما سيتورط فيه من المفاسد إذا اختلط الأمر على الإنسان يبقى العقل هو الموئل الذي يتحصن به الإنسان من الوقوع في المفسدة ويجب عليك أن تنمي عقلك وأن ترتقي به وأن تستعمله الاستعمال الصحيح المحايد المرضي لله ورسوله فلا تفكر في أذن ولا تفكر في حرام وإنما فكر في أن تصيب مقصد الله عز وجل العقل المصلحة المرسلة تقوم على العقل الذي يستطيع أن يتبصر المفاسد من المصالح وأن يتجاوز المفاسد ويتمسك بالمصالح وكثير من أمور حياتنا نتدبرها في العقل قواعد المرور مثلا تنظيم حركة المرور النظام في الشوارع نظام التعامل نظام التواصل كل هذه الأمور الحديثة التي ما كان لها وجود من قبل العقل هو الذي اكتشفها وهو الذي نظمها وهو الذي أدرك المصالح التي بها والمصلحة طالما هي مصلحة مشروعة لا تتصادم مع شرع الله ولا تغضب الله ورسوله فهي حلال حتى ولو كانت مقررة بالعقل ومعظم المصالح المرسلة تجيء من هذا المنطلق وعلى هذا الأساس السري أنا في ختام هذه الندوة المباركة وفي هذا المنطقة الفقهي العظيم أود أن أكرر شكري لمعالي الداعية الكبير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذه المجالة الفقهية التي أعادت لبيوت الله ولبيوت آل البيت رونقها ومكانتها ورسالتها القديمة حيث كان الناس يجلسون للعلم وللاستماع إلى مسائل العلم وإلى الالتقاء بالعلماء وليس لإضاء الصلاة فقط بل إن من أشرف رسالات المسجد أن يلتف الناس حول العلماء وأن يحضروا مجالس العلم وأن يستمعوا إليها وحي الله الوزير الذي التفت إلى هذه السنة المباركة وإلى غيرها من السنة التي استنتها وزارة الأوقاف من أجل نهج دعوي صحيح يليق بدين الله ويليق بمكانة مصر فشكر الله للوزير هذه الجهود الطيبة وأدعو الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والسعادة وأن يديم عليه نعمة التوفيق وأشكر الأساتذة العلماء الأفاضل الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل والأستاذ الدكتور عبد المنعم السلطان والأستاذ الدكتور هاني ثمام وأشكركم على حسن الاستماع وأدعو الله تبارك وتعالى أن يهل علينا هلال رمضان بالخير واليمن والبركات وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا حسن الفهم لدينه اللهم آمين ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأثم السلام والحمد لله رب العالمين